اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ملاحظات اقتراحات تخص خدماتنا في هيئة الصحة بشكل خاص وفي الامارات بشكل عام فهذا هو منبركم فتواصلوا معانا على ارقام التواصل 6-0-5-5-1-4-1-4 والرسائل النصية على 4-0-0-6 راح نبتدي في البداية بدراسة جميلة محزنة بنجو في الدراسة تقول تقول كشف باحثون في بحث جديد لهم ان الاستخدام المطول والمكثف للهواتف النقالة والذكية ساهم في تغيير شكل الهيكل العظمي لدى الانسان حيث اشار الباحثون ان هناك نتوء في اسفل الرأس لم يكن سابقا وقد تم ملاحظته لعدد من لدى عدد من الاشخاص الان افاد الباحثون ان شباب صغر السن اصبحوا يطورون هذا النتوء بعمر صغير نتيجة استخدام الهواتف الذكية بكثرة فسر الباحثون ان ذلك قد يكون نتيجة انحناء الرأس الى الاسفل من اجل التحديق بشاشة الهاتف الامر الذي يزيد العبء على الجهاز الهيكلي ويساهم في تغييره اكد الباحثون ان الاكثر تأثرا هو العضلات الموجودة في الرقبة واسفل الظهر وحيث ان هناك انحناء الرأس يزيد من حجمه مما يثقل على العضلات والفقرات الموجودة في تلك المنطقة في المقابل يقول الباحثين بعد هذا التغيير لن يحدث اي مشاكل او ضرر صحيح حتى الان يعني انحن ما تشفوا له اي مضاعفات الا انه لا يمكن علاجه هذا يعني من الضروري التقليل من ساعات استخدام الهواتف النقالة ومحاولة تجنب استخدامها باستمرار واعطاها للاطفال على وجه الخصوص رح نعلق على هالدراسة ان شاء الله بعد ما ناخذ خبيرة التغذية في هيئة الصحبة بيل استاذ عبير عبدالله بتعطينا فقرة وعوية عن الحقيبة الغذائية الصحية يا صباح الورد استاذ عبير صباح الخير كيف كون؟ الحمد لله حياة الله في صحة وسعادة الله يخليك كلا عم وانت بخير بمسبة المدارس ايوة خبرين استاذ عبير عن الحقيبة الغذائية الصحية صحية ايوة هلا كنا منعرف انه وجبة الفطور هي اهم وجبة باليوم بالنسبة للاطفال وبالنسبة للكبار صحيح وخاصة الاطفال يعني بيأضوا وقت طويل بالمدرسة احيانا بياخدوا وجبة او وجبتين من اكلهم بالمدرسة فضروري كتير مهم ان يكون هالوجبة تحتوى على العناصر الغذائية المهمة ما فينا نبعث اي كلام لانه اكتر وجبات من او تلكين الوجبات تقريبا عم ياخدوها بالمدرسة صحيح فكتير مهم تتضمن عناصر غذائية متنوعة يكون فيها اشياء صحية مش يكون فيها اشياء عالية بالسعرات وقليلة بالفيتامينات والمعادن بعرف هاشي ممكن يكون صعب مع بعض الاطفال بس يعني الواحد بده يحاول وبالتدريج ان شاء الله بتقدر تعود الان طفلة على ان يكون حقيقة الغذائية الصحية هلأ الحقيقة الغذائية هي مثل الطبق الصحي المهم يكون متكونة من خضار وفواكه خاصة تقريبا النص مصادر البروتين الربع ومصادر نشويات الربع مصادر البروتين يعني الاجبان الالبان ممكن بيض اشياء اللي فيها بروتين والنشويات خبز مثلا الخضار والفواكه يعني ممكن تكون فيه بالحقيبة ساندويتش مثلا حليب بدل العصير الكله سكر فواكه مقطعة خضرة مقطعة ممكن الولد يكون باول فترة مثلا يقاوم او ما يقبلها نوعية من الاكل بس على فترات مرة على مرة بيتعود على وجود هاي الاشياء وبيصير يتقبلها شوي شوي وياكلها والاهم من هيك انه ما يكون فيه بديل غير صحي صحيح لانو اذا طلغ كان موجود البديل الغير الصحي والصحي موجودين مع بعض اكيد هياخذ لانقول تيوكلات ولا حلاوة ولا تشف يعني البديل غير الصحي دام شكله احلى مشكلة احلى وطعمه احلى بالضبط صحيح وحتى في البيت كمان يعني ونحن على الحقيقة يعني ما تكون متواجدة هاي الاشياء بكثرة فيتعود على اكله دايما طالما الطفل عم يتعود على اكل الاشياء فيها سكريات كتير طعمها حلو كتير يوميا بكميات كبيرة خلص يعني حادث تتطوق عنده تتعود على هالاحساس ويصير صعب عليه يتقبل الاشياء الثانية خاصة الفضار والفواكه فبنا نكون دايما مقذين بهاي الاشياء صحيح يعني ممكن اذا بيشرب حليب مثلا الحليب ابيض بضل الشوكولت ملك اذا بالحالات المفتعاتية ما بيقدر بيضل احسن نحط له الحليب المنكه ما نحط له عصاير اللي هي ما فيها الا مي وسكر باغلب الاحيان خاصة العصاير الموجودة بالسطوء المعلم ممكن اذا اطفال مثلا بيحبوا الاشكال نحاول نعملهم الفروتس او الفواكه والفضار باشكال معينة نتشجعهم على اكله تنويع بالساندويشات او بالشطائر اللي ببعتم ياها على اساس انه شوي شوي الطفل يصير يتقبل يا كل التخيارات الصحية صحيح استاذ عبير لو احنا في اطفال ما يسيسيغون طعم الحليب او ريحت احيانا فلو ضفنانا كاكاو الخام هل كتير يعتبر شيزين انا كتير مني ما هو اذا بيش هياخد حليب لا ياخده مع كاكاو ولانه ما ياخد حليب اطفال تعرفي تبليل اسنان واذاهم عم تنمو عندهم كتير مهم الكالسيوم عندهم باي طريقة يعني حتى لو اضطرينا المنكه ولا انه ما يقعد بدون حليب ممكن اذا بيشرب لبن او روب كمان نستبدله ايا فيه وشو عن حليب المخرج عندنا وايد انترستد وايد مهتم بالحقيبة الغذائية يستعد ان شاء الله يحفظه ورده لما يدخل المدرسة عنه ولاد من شاء الله حليب النوق حليب الجمال هل يعتبر بديل صحي للحليب العادي ايه هو حليب يعني بد نهاية حليب بس اذا الاطفال بيستسروا اه مش مشكلة المهم انه ياخدوا دايما مشتقات الحليب بشكل يومي لاطفال بطير ضروري عشان الاسنان والعضاء ممتاز عشان نتكلم عن هذا الموضوع المهم شكرا لك ونهارك سعيد شكرا كثير لك ونهارك شكرا من فقرة التغذية رح ننتقل الى فقرة السوشيال ميديا عندنا اسمى الجناحي تقولنا شوفي ما فيه في السوشيال ميديا صباحة شوارد يا اسمى صباح النور والسرور هلأ عيش بثورة وعلى كل المجتمعين يا تلا وقلينا شوفي مواضع ساخن في السوشيال ميديا يعني من الموضوع اللي نحن من وضع اللي نحن حطيناها وكان الناس وايد نسفعلين معاها اليوم نحن بنطلع شي ومبادرة قيادات شي خدمتكم نعم بنكون مع دكتور يونس كاظم وهو المدير التنفيذي مستدبي للرعاية الصحية فاللي عنده اي استثار اي ملاحظة اي مقترح للرعايات الصحية قطاع الرعاية الصحية للمستشفيات اللي عنده استثار اللي يبايع ارحة الاشياء الياي شو فاللقاء مباشر تجدون تواصلون ويتكلمون مباشرة مع دكتور يونس كاظم وهو المدير التنفيذي المستدبي للرعاية الصحية على كل انستجرام لايب وفيريسكوف فالحل بنكون معاهم على الساعة وحدة ونصف ان شاء الله فعني هلأ المقترح اللي عندها هالشيكلها غير هلأ نحن كنا حاطين سؤال بابي الى ست ساعات وينتهي التصويب على ما هو الافضل الستيك او السجق الستيك او السجق اقدر انا شارك ولا ممنوع دكاترا ممنوع هذا موجود على تويتر وموجود على الانستيكام ستوري فالترعية آراءهم والاشياء اللي بيحطونهم الاجوبة الصحة ويفوزون بهدية ما في هدية لا بيحط الجواب الصحة لأظهر عقبهم عشان الهدف النمي ثقافة عند الناس يعني شو الاكثر صحة هي من اختمها بالرسالة الصباحية ان لم تكن راضي عن حياتك ونفسك بلن تكون كذلك في عملك صحيح الدراسة اللي كانت تقول الهواتف النقالة تغير الهيكل العظمي للانسان اتوقع ما شاء الله الهواتف النقالة يعني مخاطرنا على الصحة كثيرة ويعني احيانا دائما نقول يعني الواحد يمسك التليفون اصلا ما يحسب نفسه فانا قد اتبع الطريقة عشان نحمي نفسنا من مخاطر استخدام الهاتف النقال او ايا كان انا اتبع الطريقة او ما امسك تليفون يحط فيه تايمر او مؤقت مثل ما يقولون عشر دقايق خمس عشر دقيقة اخلي المؤقت صح احيانا يرن المؤقت وانتو في وسط شغلة معينة او محادثة شيقة ما ترموه تسكرون بس رنة المنبه هذي اتخلي الواحد يعي اكثر كم قاعد ترى انا مرة قد خلينا احسب تقريبا كم قاعد متواصل من غير اذا ما في اي تشتت يعني احد بناديني او شي ممكن تقعدون لنساعتين متواصلات وانتو مبحثين تتقلون من تطبيق لن تطبيق تشوفون هالبوست هالستوري من الواتساب لين غيرها ما تحسون بالوقت فتخلوا هذي ساعتين تكون اصلا مهدرة من يومكم رقم واحد رقم اثنين فهذي الساعتين انتو سويتوا ضغط على عضلات العين وعضلات الرقبة وعضلات اسفر الظهر وحتى الاصابع انا مرة يعني التهاب شديد في المفصل ولمرحن دكتور العوام الله يذكره بالخير الذكر هزبني قال انت واتقني على التلفون فعلا واتقني على التلفون فياني التهاب في المفصل واصبع شو اسم الاصبع الكبير يا ايمن هذا الابهام 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 في الصوبين من استخدام الهاتف لان احنا دائما نطبع بهذا الاصبعين فكان التهاب فعلا شديد ما كتقدر احرك الايادية الثنتين فتخيلوا هذا من استخدام الهاتف المتحرك او اي ان كان جهاز اللوحي الطباعة بشكل مستمر او التدقيق في الجهاز بشكل مستمر فالله يخليكم كله نحط تايمر وننتبه ومن يردنا التايمر لازم نعطي عمرنا 10 دقايق تقريبا عيوننا بعيدة عن الجهاز نحرك نسوي رياضة للرسغ نتمشى وبعدين اذا فيه شغل مهم نرد على الجهاز عشان ما تينا اي مشاكل صحية من استخدام الاجشزة احنا رح نطلع ان شاء الله فاصل بعد الفاصل بيكون عندنا حديث مع الدكتور احمد المسمار بخصوص نظام المواعيد في عيادات الاسنان فابقوا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة نذكركم اولا برقامة التواصل على 6-0-5-5-1-4-1-4 والرسائل النصية على 4-0-0-6 تواصلوا معانا ترشون اقتراحاتكم ملاحظاتكم دايما نحن نقول ان الملاحظات والاقتراحات لمتي من الطرف الاخر يعني اي خدمة لها طرفين مقدم الخدمة واللي يحصل على الخدمة لمتي من طرف الحاصة على الخدمة دايما تكون الملاحظة هذه عميقة وتساعدنا وايد في تحسين الخدمات لان احنا دايما ننظر للخدمة من نحاتنا احنا كمقدم للخدمة فلازم ناخذ من الجهتين المقدم ومستلم الخدمة او الاستويد من الخدمة فتواصلوا معانا وترشوننا على الارقام اللي قدنا لكم ياها الحين على الدراسة اللي تكلمنا عنها مشاهدة الهاتف او الجهاز اللوحي او ايا كان الجهاز على اختلافه ممكن يسوي تغييرات في العمود الفقري في رسالة تقول من احد المستمعين من كثر ما طلعت التيلفون يعني التهاب في العين من التيلفون هذا عارض معروف يعني واديين في العيادة الناس يعانون من التهاب في عيونهم بسبب مشاهدة التيلفون ليش؟ من وين ينا الاتهاب؟ اساسا ينا من ناحيتين اولا اولا مشاهدة الاجهزة لفترة طويلة تسوينا جفاف في العين هذا الجفاف في العين يسوي احمرار يسوي انزعاج فالناس ما تفهم هو مستوي في عينها دائما تفكر انه هو التهاب 70% من الحالات يكون عبارة عن جفاف يتحسن بتقليل استخدام الهاتف بسبب الاضاءة التي تطلع منه واستخدام القطور اللي ترطب بالعين في بعض الحالات فعلا يسوي التهاب من شو يسوي التهاب في دراسة كانت تقول انه واندي دراسة عاد سواعي المجموعة من الناس تقول انها تفنى في بكتيريا وجراثيم اكثر من اي مكان ثاني يعني كمية الجراثيم اللي تحملها الهواتف ليش؟ لان احنا دائما ايدنا فيها جراثيم ونمسك التلفون طول الوقت تكرمون طالعين من الحمام ماكلين الغبار اللي موجود في كل مكان نكون في مكان عام نمسك التلفون كل هذه البكتيريا تعيش على الهاتف فتخيل انت ماسك الهاتف بعدين حكيت عينك اوتوماتيكيا تنتقل البكتيريا من الهاتف الى العين فيسوي لك التهاب في العين فهذا عشان نفهم شو يستوي لما احنا نستخدم الهاتف المتحرك الحين من دراستنا وستخدام الهاتف المتحرك راح ننتقل الى موضوع اخر موضوعنا اليوم يتكلم عن مؤسسة دبي للضمان الصحي تم تأسيس مؤسسة دبي للضمان الصحي في عام 2018 بعد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة الصحبة دبي من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظ الله رئيس المجلس التنفيذي في قرار المجلس رقم 18 لسنة 2018 لدعم قدراتها التنفسية وتمكينها من تحقيق اهدافها للوصول الى مجتمع اكيد اكثر صحة واكثر سعادة معانا في الستوديو يكلمنا اليوم الاستاذ صالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي يكلمنا عن ما هي مؤسسة دبي للضمان الصحي شو الخدمات وشو المزايا وغيرها من الاسئلة حياك الله استاذ صالح معانا اليوم في الستوديو ايه شو يبديت شو ذات الله خير ومشكورين على البرنامج الممتاز الممتع شكرا لك لوجودك معانا اليوم نبتدي اول شي نعطي المستمعين نبدأ ما هي مؤسسة دبي للضمان الصحي وشو اهم مهامها طيب مؤسسة دبي للضمان الصحي هي مؤسسة حكومية تعمل على تنظيم سوق التأمين الصحي وضمان حقوق المشمولين في منظومة الضمان في الامارة مثل ما تعرفين يعني اليوم القانون صدر في 2013 على الزامية التأمين الصحي على جميع افراد المجتمع في امارة دبي الذين يقيمون ويعملون في المجتمع من مواطنين وغيرهم من بسؤولياتها ايضا تطبيق قانون الضمان في الامارة توفير الضمان الصحي للمواطنين تصميم وتطوير باقات الضمان على شتى شرائح المجتمع للمواطنين والمقيمين ترخيص شركات التأمين التي تعمل في هذا المجال في الامارة وشركات المطالبات اللي يسمون تي بي ايز ووسطاء التأمين وكل مقدمي الخدمات الصحية من منشآت صحية وغيرها الرقابة على اطراف المنظومة تنظيم اسعار الخدمات الصحية من وثائق تأمين بوالس وإلى آخرها إدارة برامج الحكومية للضمان الصحي مثل ما المستمعين يعرفون من عناية سعادة وغيرها من برامج حكومية وطبعا إصدار تقارير ودراسات متعلقة بالتأمين الصحي واقتصاديات الصحة ممتاز ما شاء الله المهام كثيرة موجودة لمؤسسة دبي للضمان الصحي أعطيكم الصحة والعافية طبعا أكثر سؤال يهم المستمعين دايما والشخص العادي ليه شو أهم باقات التأمين الأساسية وشو المميزات الموجودة لك الباقة طبعا التركيبة السكانية عندنا في الدولة بشكل عام يعني تركيبة فريدة من نوعها صحيح أنت عندك تقريبا خمسين بالمئة من الشريحة من دوي الدخل المحدود صحيح قبل تقريبا ثلاث سنوات ونص قبل ما بدينا نطبق إلزامية التأمين للكل كان فقط ثمانمائة ألف شخص من أصل ثلاثة ونصة وأربعة مليون شخص مؤمن نعم وهذه لا ما كانوا ملزمين لكن الشركات والشركات ما قدرت تستقطب كوادر إلا من شروطها أن يكون في تأمين والبطاء لتكلفة الدراسات لعيالهم وغيرها نعم صحيح فبالتدريج إحنا شملنا السكان بشكل كامل كانت شريحة ذوي الدخل المحدود الأربعة آلاف فما دون تقريبا تشكل تقريبا فوق مليونين شخص صحيح شركات المقاولات أكثر الناس اللي بتأثرون فيها أنهم عمال عمال وعندش أيضا العمال المنزلية صحيح فبيتأثرون فقمنا بعمل مع شركات التأمين شركات التأمين محدودة نعمل معهم أن ننتج باقة أساسية وتكون يعني معقولة في السعر فوصلنا إلى رينج ما بين 500 إلى 700 درهم الشركات اللي اتفقنا وتوقعنا معاهم عرضوا باقاتهم ابتداء من 550 درهم تشمل حتى الأمومة تشمل الأمراض المزمنة تشمل كل الباقات الأساسية الصحية اللي يحتاجها الفرد طورناها عبر السنين حتى قلنا طيب الله يعافي الجميع يعني فيه أمراض يعني مثلا الأورام صح طيب هذه الباقة اللي بـ 550 درهم يمكن السقف الأعلى اللي تخطيتها 150 ألف درهم نعم بالسنة ما رح تغطي إذا فيه حد يعني عنده ورم أو جرسة علاجية اشعاع كيماوية وهذا ما تقدر تغطي طبيعي عملنا مع شركات التعمين آآ شراكة واستقطعنا مبدأت هذه السنة آآ قسط لا يزيد على 19 درهم آآ وحطيناه في 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 آآ حساب آآ أمانات اسمه بسمة نعم أنه بعد ما يعدي سقفه في العلاج من الأورام ينتقل إلى مركز التخصصي للأورام في مستشفى دبي ويكمل علاجه آآ بدون رسوم بدون رسوم وهذا بسمة استقطاع يتم من الموظف بشكل شهري من باقة التأمين من باقة التأمين بشكل شهري نقص فلو خلصت الباقة التأمينية مالتا أو التغطية مالتا يتم ينتقل إلى مستشفى دبي ويكمل علاجه على لما تنتهي الباقة وبعدين الباقة تتجدد ويرد يستعمل الـ 150 ألف أو الجزء منها ممتاز ويرد بعدين يكمل علاجه فعلاجه ما يوقف هذه طبعا من إرشادات شيوخنا أن هذه الفئة هي اللي بنت الدولة فعليا صحيح بالضبط وما يعني ما نسعى إلى إسعادهم بالضبط صحيح صحيح وما في شيء يسعد الإنسان مثل لما يلاقي أحد يهتم بصحته الصحة يعني مثل ما دامنا نقول إحنا إذا الصحة راحت خلاص الإنسان لا يقدر يعطي ما يقدر يقدم ما يقدر يعيل عائلته فإنما نهتم إحنا في صحته فإحنا كأنه يعني نقول إحنا نهتم فيك الصحة أهم شيء طبعا الإنسان هذه الباقة الأساسية التي توفرتوها عشان العمالة اللي هي غير قادرة على شراء الباقات الغالية أو التكلف سريعا بس الباقات الثانية الأكثر طلبة ممكن تكون باقات اللي موجودة في الدولة تقريبا أو في إمارة دبي بالأخص أنا شفت تقريبا 14 ألف باقة تعرضها 49 شركة تعمل في التأمين الصحي في إمارة دبي تبدأ الباقات من الباقة الأساسية اللي بـ 550 درهم وتصل حتى 60 ألف درهم في السنة وشفت باقات بأكثر بس اللي قبال عليها طبعا شبه منعدم طبعا تكون الباقة يعني سعرها عالي وطبعا كل مزادة الباقة كل مزادة المزايا طبعا والخدمات اللي تقدم أستاذ صالح نحن نطلع فاصل إن شاء الله بعد الفاصل حنكمل موضوعنا الشيق هذا عن التأمين بالمرة نذكر المستمعين بأرقام التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006 تواصلوا معنا دا عندكم أي أسئلة بخصوص التأمين لندري دام هو موضوع ساخن يعتبروا دام أن توصلنا علي أسئلة فعندكم إن شاء الله خلال فاصل ترشون الأسئلة ونكمل إن شاء الله الحوار بعد هذا الفاصل صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة نذكركم برقام التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006 نذكركم موضوعنا الحين عن مؤسسة دبي لضمان الصحي والتأمين فإذا عندكم أي سؤال حاولوا ترشون أسئلتكم الآن تواصلوا معنا لأنه ما نبايسوا تواصل نهاية البرنامج بعدها ما نعطي السؤال حق من الجواب لما نعطيكم إجابة مستفيدة كاملة عشان تستفيدون لما انتم ترشون الأسئلة أو تتواصلوا معنا معايا اليوم في الستوديو الأستاذ صالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي هيا كلمة ثانية أستاذ صالح سامحني نتكلم قبل الفاصل عن باقات تأمينية وغطينا أهم الباقات مثل ما قلت ما شاء الله هناك عدد كبير من الباقات الصحية والتأمينية الموجودة في إمارة دبي نتكلم الحين عن مؤشر دبي الصحي للأداء المتميز حدثنا عن هالمؤشر شو حققنا فيه نعم هذا المؤشر قيد التطوير بس احنا عملنا عليه في كذا مجال اللي هو مجال السكر نعم وأيضا الربو نعم هذه المؤشرات نطورها بمعية معاهد عالمية نعم وجمعيات عالمية مثلا مثل جمعية جمعية الأمريكية للسكري ومعنا ذلك تعمل على استحداث معايير دولية لإدارة الأمراض راح تسهل التشخيص وإدارة بعض الأمراض المزمنة وغيرها يعني مثلا حتى لا يطول أو يتعقد تشخيصاتنا من لبعض الأمراض ممتاز عنا عندنا مداخلة من أحد المستمعين صباح الخير السلام عليكم عليكم السلام حياة الله أختي شو الاسم الكريم الله يحييت شو معالي حياة الله معالي تفضلي الله يحييت أنا بس أنا أبغي أعرض حالتي يعني بشوف يعني شو اللي ممكن ينصحني فيه الضيف يعني عشان نقدر نحن نسويه يعني حاليا في إمارة دبي ندام ونشتغل من سنين وساكنين هنا فأنا عيالي عندهم يعني أبوهم يدام في شركة خاصة عندهم تأمين يعطي مثلا تأمين إلا لثلاثة أطفال نعم فأنا عندي طفلين خمسة خمسة أطفال اللي سنينة ما عندهم تأمين نعم فضهم يعني يوم ساعات مشتاج أنه أنا مثلا نعالجهم في عيادات خاصة أو شي ما عندهم تأمين وعشان تدفع للعيادات الخاصة طبعا هاي الكش بس ما لهم ساعات تحصل خمسمية ثراثمية يعني واجب مكلفة بس كيف سعادة صحيح فكيف نقدر نطلع لها الفنينة تأمين يعني أو سوي لهم تأمين أو هل بتمون بدون تأمين مواطن ما عندهم حل ولا شو الوضع نعم شكرا شكرا جمع علي استاذ صالح هل تسأل أي سؤال لا المواطنين مشهولين في برامج سعادة غير المواطنين طبعا الشركة الشركة اللي يعمل فيها الزوج تتكفز فقط بالقانون تأمين أو تغطية الموظف نعم فإنها ساعدت وغطت الزوجة وثلاث عيال نعم هذا شي جيد يعني فيه شركات دائما تعمل على الحالة الاجتماعية وتستقطب وموظفيها بشكل جيد طبعا فيه شركات مثل ما قلتنا تقريبا خمسين شركة تأمين تعمل في إمارة تبي أو ميتين تقريبا ميتين وسيط يقدر التوصل لهم يشوفون شو الباقات اللي يحتاجونها نعم ويغطونهم ومثل ما قلت لك فيه 14 ألف نوع باقات تأمينية موجودة صحيح صحيح أم علي طرحت موضوع مهم له شو ممكن تكون الأضرار المترتبة ناحية ما عندها تأمين ممكن فيه ناس يقول لك مو لازم نكون مؤمنين هي واعية إن التأمين مهم لعيالها لكن شو ممكن سؤاله واحد ما عنده باقة تأمينية شو ممكن المخاصير أو الخسار البتيلة من عدم وجود باقة تأمينية عنده والله شوفي مثل ما قلنا احنا نسعى أن نكون أسعد ناس من مواطنين ومقيمين في إمارة دبي وفي دولة الإمارات فالقانون يلزم كل شركة نعم نتأمن موظفيها صحيح كل كل من يقيم على أرض دبي إمارة دبي نعم لازم يكون مؤمن من مكفولة صحيح ليش لأن ما تبين هد يكون عبء على عبء مالي على الكفيل لوجهات العمل حتى يعني نستمر في تقديم أفضل الخدمات بالضبط واليوم الأسعار العلاج في ارتفاع صحيح بالضبط لازم نأمن لازم لازم نشملهم في منظومة تأمين معينة بالضبط ومثأم أضيف على كلامك استصالح أن دائما نقول أن المرض لا يوجد وقت لا تعرف أي فترة من الشهر أنت تمرض هل لديك المبلغ أو لا لديك المبلغ وتكاليف طبعا غالية وأنت لا تعرف ما المرض يصيب الإنسان لديك المبلغ أو أن يكون ورم أو أي شيء بين هالثنين فلازم الواحد دائما يتقي أنه ممكن يسوي في المستقبل ممكن في نحن تسمعنا من بعض الناس يقول لك أنا ما شاء الله سنوات ما استوى في شيء أنا بصحة زين فليش أأمن ما لا داعي لكن في اللحظة التي تمرض فيها هل تحط قيمة التأمين طالعم رتش احنا كإمارة دبي ننتقل من العلاج إلى الوقاية صحيح فاليوم نعم إن شاء الله الواحد لا يوجد شيء بس الوقاية لازمة لازمة صحيح ولذلك حتى في الأمراض المزمنة والأمراض الأورام وهذه غطينا الزامية الكشف المبكر أو الكشف المبكر نعم فمثل ما تفضلت حضرتك أن أي حد يا جماعة حتى أم علي توصلت معنا ضروري جدا يكون في باقات تأمينية لجميع أفراد الأسرة وطبعا المساعدين خلاص مفوض يكون كل يكون مؤمن العمالة المنزلية أو المساعدين في المنزل وحتى عيالنا ونفسنا لازم يكون عندنا تأمين صحي ما شاء الله الحكومة لا تقصر العيادات الحكومية والخاصة الموجودة لكن لا يزال التأمين الصحي شيء واحد يتقي فيه ما ممكن يسوي في المستقبل مثل ما قل المرض ما لا وقت ما لا زمن محدد فأمنوا نفسكم واعتبروا استثمار في حياتكم نحن دائما نقول التأمين ما يبلغ تدفع مرة في السنة بسهو استثمار في صحتك وصحت عيالك استاذ صالح أنا ننتقل لنبنعف شو أهم المبادرات البرامج اللي قاعد جهزها مؤسسة دبي للضمان الصحي شو مشاريعكم المستقبلية مثل ما قلت احنا في قيد تطوير لمؤشرات دبي لداء الصحي في شتى مجالات اليوم عنا تخطية جميلة جدا في الربو وفي السكري وراح نشملها لجميع المجالات عنا طال عمرتش يعني من بداية السن الياية أو خلال الأشهر القادمة ولا قبل هذي خلال الشهر الجاي راح نربط إلزامية التأمين مع الإقامة ممتاز عشان الكل يكون بعد مؤمن نعم وعنا مع نهايات هذه السنة أو بداية السنة الياية راح نطبق نظام اسمه مجموعة التشخيصات المتماثلة أو المعروفة بالDRG Diagnostic Related Grouping نعم اليوم الفوترة العلاجية هي على الخدمة المقدمة في فور سيرفس دكتوريا شخص هالكثر صرف دوا هالكثر لكن لا مجموعات التشخيص المتماثلة راح تعمل مثل ما تقولين باقات نعم مثلا المريض دخل المستشفى لتبديل الركب نعم زي المستشفى ألف باتا مثلا يقول أنا أربعين ألف تبديل ركب نعم لها العملية نعم زي المريض يلس في المستشفى ثلاثة يام أو ثلاثمائة يوم المبلغ مقطوع نعم عطوا جرعة وحدة ولا أمبيولات إضافية المبلغ مقطوع نعم طلع بتشخيص صحي أو مدكلي ديسشارج خلال ثمانية وعشرين يوم بعد ما طلع من المستشفى أصبحت لها مضاعفات يرجع ويتعالج بنفس المبلغ المقطوع الأولي فما يقطع من المبلغ يديد فهذه رح يقنن عملية الفوترة بين شركات التأمين وبين المقدمي الخدمة ممتاز طبعا إحنا عملنا التسعيرة اللي سويناها التسعيرة اللي اشتغلنا عليها هذه ما يت إلا بعد سنين من العمل وأخذ الديتا من المنظومة اللي حنا ممتاز عندنا مداخلة من مستمع أو مستمعة صباح الورد ألو سلام عليكم أهلا سلام عليكم أهلا حبيبتي تفضلي أنت يعال هو من دكتور الندى نعم تفضلي مساء الخير مساء شوارد كيف صحيح طيبة الحمد لله حبتي بخير الله يسلمت بخصوص الله خليش عندي يعني ثلاثة من الأبناء عندهم سكر نعم فهل يشملهم هذا تأمين يغطي يعني أنتوا في إمارة دبي خالوا في دبي أيضا الثلاث من الأبناء عندهم سكر كم أعمارهم الله يحفظهم 18 و 15 و 25 18 و 15 و 25 وحاليا ما عندهم أي تأمين صحي لا أكان أبوهم يعني في الحكومة يشتغل نعم وخلاص كبير في السنة يعني تقاعد أوكي وما في حد منهم هل يدرسون أو يشتغلون لا خلاص خلصوا الدراسة بس واحد لي يدرس لي عمارة 15 نعم الباجين بس للحين مو بعل الرأس العمل ما يشتغلون للحين خلصوا يعني دراسة مشاكي ما في دفرهم كل يام مكان الله يرزقهم إن شاء الله وتشوفينهم فعلا المناصب إن شاء الله موي إن شاء الله إن شاء الله تسمعين الجواب من عند أستاذ صالح ولا همت شكرا اللي تشخبتينها رجي سعيد شكرا المستمع مثل ما تقول عندها ثلاث أبناء 15 و 18 و 25 كلهم عندهم سكري وغير مشمولين بأي باقة تأمينية حاليا كانوا ضارة على تأمين الوالد والوالد الله حفظت قاعد فضارة راحت عن الباقة تأمينية فهل ممكن يشترون لهم تأمين أتوقع أن المعضلة اللي عندها للمرض السكر شراء باقة تأمينية مع وجود مرض السكر باقات التأمين تغطي الأمراض المزمنة لكن في باقات من حقها أن تحجب التغطية عن حالة مزمنة لأول ستة شهور من التغطية نعم وهذه الكثير من الأسئلة توصينا أنه ليش أول ستة شهور ما يتم تغطية الحالة هذه شوفي التأمين كيف يتم تسعيره نعم التأمين شو هو التأمين شو يسوي شركة تأمين سواء تأمين سيارة تأمين منزل تأمين أي شيء تأمين مجوهرات نعم شركة التأمين شوف أن هذه الحالة أو هذا الخطر قد يحصل أو قد لا يحصل صحيح ويروح يستقطب عشر أشخاص من هذين الناس اللي عندهم هالخطر اللي قد يحدث أو لا يحدث صحيح بالضب ويسعره إذا أنت يا أيا وأنا سعرته مثلا بسعر 700 درهم الباقة أو البوليسة نعم في الاحتمالية الحدوث 100% ما أقدر أسعرها بسعرها بسعرها ب7000 ما أسعرها ب700 بالضبط فلعنده النسبة الخطر موجود نعم فالتسعيرها بتكون غلط على المنظومة صحيح بالضبط فلذلك شركات التأمين من حقها أن تقول لك الحالات المزمنة لدينا ستة شهور فيها ما تغطي فيها بس هاي بس أول سنة أول سنة نعم يعني المريض دخل فيها المنظومة أول سنة مع التجديد ما في ستة شهور خلاص يكون تأمين السماء من أول سنة فقط ممتاز ممتاز وفي شركات تأمين كثيرة إذا تأخذ عدد كافي يعني مثلا خمسين موظف وهذا تعفي الشرط هذا ويبدأ التخطية لل من البداية بما فيها الحالات المزمنة والأمومة والحمل ممتاز أنا أتوقع أستاذ صالح يباني يكون عندنا هذا وعي إن إحنا نقارن بين أسعار شركات التأمين ثم تفضلت عندنا شركات تأمين ما شاء الله ضخمة وعداد ضخمة في الدولة وفي دبي فلازم واحد يسأل ويتواصل مع أكثر من شركة وشو المميزات اللي قادم هنا ترى حتى أنا لاحظت بعض البقات التأمينية لو يتشابه السعرها لكن تلاقي بعض المميزات تفرق من شركة إلى أخرى فلازم واحد يسوي هذا البحث يعني يكون عليه واجب إن أصبح أدور وأشوف وأقارن بدفتر القلم وأميز المميزات من كل باقة والثانية وأحنا بابنا مفتوح ما تكسرون أحنا كمؤسسة نستقبل مكالمات إيميلات ناس يزورونا وندلهم على الناس اللي يقدرون يقدمون لهم خدمة وساعات ندخل وياهم ونحاول نيبلهم الأفضل من الشركات بس إحنا أنت تفضلتي وقلتي أن الدور لازم يكون مساوي ما بين مقدم الخدمة ومستفيد من الخدمة أنا أقول لك إحنا كطرف ثالث جهة حكومية إحنا دورنا تمكين الخدمة صحيح نعطيهم كيف ممكن يتواصلهم معاكم إذا عندهم أي أسئلة أي ملاحظات على أي شركة أو أي باقة تأمينية كيف ممكن يتواصلهم معاكم إحنا لدينا رقم نعم اللي هو 800 سعادة 800 سعادة لازم أحين أطلع تيلفوني عشان أشوف الأرقام سعادة شوي عشان نذكر أنا الحمد لله أني ما اتصلت فهي 8-00-7-2-2-3-2 8-00-7-2-2-3-2 هذا هو الرقم يتواصلهم معاه عشان يديهم أي سفصارات بخصوص التأمين للمؤسسة الدبي للضمان الصحيح والشكاوي وإلا ذلك ممتاز فيه إيميل يتواصلهم فيه فيه إيميل يتواصلهم فيه فيه بعد مكالمة بناخذ الإيميل إن شاء الله بعد المكالمة عشان ما أحب أن أحير الناس على التيلفون صباح الورد زي جاتي الله خير السلام عليكم عليكم السلام هل أخي تفضل دعم فضلت الله سلمت بخصوص التأمين أنا لوجهة نظر يعني مختلفة خالص تفضل دعم فضلت أول شيء فيه شركات يعني الشركات اللي هي أقصد بها العيادات نعم يعني لا تعبارها عن شركات أو مؤسسات آه زي جن هاي الله يسلمت تستغل التأمين وزي جن وما تعطيت النتيجة المرجوة اللي هي يعني نحصلها في المستشفيات الحكومية آه المستشفيات الحكومية الله يسلمت يوم بسرعة يعني يعالج بالخاطر يعني يعطيت يعطيت الخلاصة عادي لا سايرت اشتكي من حمى يقول لش لا بحصتي 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 كله عشان شو عشان أطول الفاتورة نعم أزيل؟ الله ينمانيش نحن الحمد لله هل ستويننا عايشين تحت الله وثم حكومتنا ذي ما مقصرة اللي يبقى علاجه نيه يبقى علاج بالخارج مه اللي يعني اللي يثيرون الخارج وكل علاجنا الحمد لله هني متوفر صحيح أنا أشوف أن التعمين ما لدها ما نبغي نبغي بس علاج بالمستشفيات ويكفينا الحمد لله يعني عايشين من قبل صحيح صحيح مو متأكد أخي من الرقم فما أقدر أأكد لك هل هو الرقم صحيح ولا يعني الرقم بالمليارات نعم نعم صحيح لو هاي يعني المليارات ملايين مثلا نعم صرفت في المستشويات يعني بتغطي وزياد وبسي نتيجة أفضل وضحة الصورة أخي وضحة الصورة عندك عندك ملاحظة ثانية حابت قدمها لا بس هاي أنا يعني ما أحب يعني الاستغلال ما أحب عشان يستغلنا معك معك احنا شكرا لك شكرا لك وكل شركات أجنبية ان شاء الله ولا همك ان شاء الله نطرح الموضوع مع الأستاذ صالح ولا همك شكرا لمداخلتك نهارك سعيد شكرا يزاه الله خير على المداخلة نعم لكن الدولة في تطور دائما وعدد السكان في ازدياد ومثل ما قلت لك احنا كان المنظومة التأمينية كانت تتغطي ثمانمائة ألف شخص صحيح والمواطنين اللي ما بين ميتين وخمسين ثمانمائة ألف شخص اليوم المنظومة منظومة التأمين فيها فوق خمسة مليون بوليصة بالضبط صحيح فعالة آآ اللجوء للقطاع الخاص اللي هو اقتصاديا انه نفتح البواب للكل يستثمر طبعا في ناس ما تعرف تلتزم بقوانين احنا دورنا ارجع اقولك حكومة دبي او هيئة الصحة في دبي او مؤسسة دبي للضمان الصحي تمكين القطاع بالضبط ونحن نعطيهم ان شاء الله ارقام عشان يتواصلون معاكم لـ 800-722-32 او على الايميل isahd at dha.gov.ae توقع رقم التلفون اشتروا تتواصلون معا اذكركم فيه 800-722-32 اي ملاحظة اي شكوة تواصلوا معاهم ما بيقصرون ان شاء الله احنا وصلنا الى ختام حلقتنا لليوم انا شكرا لك استاذ صالح الهاشوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لضمان الصحي وجودك معنا اليوم والمداخلة الجميلة والمعلومات القيمة اللي اعطيتنا اياها وان شاء الله نتضيفك فيه ايام مقبلة شكرا دكتورة شكرا لك اعزائي المستمعين احنا وصلنا الى هذه البرنامج ان شاء الله كنا نخفاف عليكم على مدى هذه الساعة الاذاعية هذه محددتكم دكتورة نادة الملة كان المخرج معانا اليوم ايمن سرحيل يعطيكم الف عافية ان شاء الله استفدتم من حلقتنا اليوم ودائما تابعوا برنامجكم صحة وسعادة كل يوم على نور دبي من الساعة 10 و 7 دقائق تقريبا الى الساعة 11 الا 5 دقائق نختم هذا ان شاء الله وباتشتكم معاكم زميلتي يوم الخميس الويس اخرين في الاسبوع فانا اتمنى لكم مقدما عطلة نهاية اسبوع جميلة واشوفكم ان شاء الله على خير ودمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي اشتركوا في القناة